تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 83 قضية تمونية بمضبطات تصل إلى 96 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 33.5 طن سلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 11 طن و 35500 قطعة مستلزمات طبية في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمية أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 37 طن حديد و 13 طن أسمنت